السلام عليكم يقول إبراهيم لينكل لا يمكنك الهروب من مسؤولية الغد بالتهرب منها اليوم تسوية الأراضي في فلسطين وخاصة في منطقة سي جيم ومنطقة القدس كلها لم تتجاوز 10% منذ زمن الانتداب البريطاني إلى اليوم يعني لم تطوب بأسماء أصحابها إسرائيل تمسك اليوم بزمام الأمور وقررت في 13 أيار سنة 2018 بالقرار رقم 3790 قررت تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية وأحد أهم بنود القرار تخطيط الأراضي وتسجيلها تسجيلها يعني بأسماء اليهود وقبل أن تجري إسرائيل أي التسوية بدأت باقتطاع مساحات شاسعة وبناء مستوطنات عليها هذا الوضع يمنح حارس أملاك الغائبين صلاحية تسجيل أراضي الغائبين بأسماء يهود مسؤولية مستقبل هذه الأرض وحرمان أصحابها منها لا تعفل مسؤولين الفلسطينيين من تبعات المستقبل عليها وعلى أصحابها من سيقدم هؤلاء إلى المسائل القانونية يوما؟ لا نستطيع أن نتهم أحداً بالوقوف على مخططات سرية ومعرفتها مخططات سرية كتبها الانتداب وأمر صاحب الشأن العربي بسكوت يعني ينغمر وصدق لودفيك حين قال حيث لا يستطيع المرء أن يتكلم يجب عليه أن يصمت ولذلك صمت هؤلاء الناس لكن علينا نحن الآن علينا كلنا أن نسكت إن كنا جبناء فلنسكت إن كنا جبناء فلنسكت أن قول كلمة حق فرجيل يوصينا لا تستسلم للشدائد والخوف ولكن تميز بشجاعة القائد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر